أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين متابعين الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكم بكل خير حديثنا اليوم عن شكسبير الشعر الشعب العراقي الحاج زاير الدويتش متابعين الأحبة كثيرونهم من يلجون إلى بوابة الدنيا ويخرجون منها لكن القليل منهم من يترك أثرا يدل عليه ويضع بصمة إبداع لوجود ينبض بالحياة ويسترعي انتباه الباحثين عن الثراء الإنساني وأيقونات النتاج المميز وهنا يكون حديثنا متابعين الأحبة عن قامة شامخة في تأريخ الأدب الشعب العراقي بكل اتجاهاته ومشاربه فهو الشاعر الأمي الذي نازل الفصيح بنبوغه الشعري والذي وصفه المستشرق الفرنسي جاك بيرك بأنه أكبر شاعر شعبي في العراق وقصائده تدوي على كل الشفاه إنه الحاج زاير الدويتش طيب الله ثراه ويعد الحاج زاير الدويتش متنبي الشعر الشعبي بعد حياة دامت 59 سنة تقريبا وحفلت بالمعاناة وبالعطاء الشعري الفريد ولد الحاج زاير في العام 1860 ميلادي في منطقة بورسيبا الواقعة بين مدينة الحلة وناحية الكفل وانتقلت عائلته إلى مدينة النجف بعد سنوات من ولادته ولم يلبث طويلا في كنف والده الذي توفاه الأجل مبكرا فاضطر منذ نعومة أظفاره إلى الإنخراط في سوق العمل بعد إن ترك التعليم عند الملة في مدرسة القوام وأصبح معيلا لأهله متنقلا بين أعمال مختلفة كعامل بناء لعدة أعوام ومختصا في إخراج الماء من الآبار ويعود نسب الحاج زاير إلى بني مسلم الذين يقنون على ضفاف الفرات وعشيرته تسمى اليوم الشريفات وهي فخذ من طفيل العربية التي تنتسب إلى طفيل بن عامر القيسي والحاج زاير هو أبو عسكور زاير بن علي بن جبر المسلموي وتتنازع شهرته مدينتاء النجفي والحلة فبعضهم يرى أنه حلي الولادة ويرى آخرون إنه نجفي لكونه نشأ وترعرع في هذه المدينة ونرى أن نسميه النجفي الحلي انصافا للمدينتين وقيل إن وفاة الدويتش كانت في العام 1329 هجري الموافق 1911 ميلادي وهناك من يزعم أنه توفي في العام 1919 وربما هو الصحيح ومما يحسن أن يقال أن الحاج زاير كان على علاقة وثيقة مع العديد من زعماء وشيوخ عشائر منطقة الفرات الأوسط كالمشخاب والشامية وغيرها ولقد رفع الحاج زاير الذائق الشعرية الشعبية وارتفع بها ثم أرغم شعراء عصره على ترسم خطاه لكي ينالوا مثل ما ناله زاير فلم نعد نلتمس الترهل والسذاجة في الشعر الشعبي والحاج زاير من الشعراء الشعبيين المميزين الذين ظهروا أواخر الاحتلال العثماني للعراق لا سيما في منطقة الفرات الأوسط التي احتضنت كثير من شعراء الحسشة وعد قسم منهم روادا للشعر الشعبي كفدع علي الصويح والحاج زاير شاعر سريع البديهة خصب التجربة شعره يتميز بالطرافة فضلا عن تمكنه من نظم الشعر الحضري والريفي على حد سواء ولهذه الأسباب وغيرها نال الحاج زاير ما لم ينله غيره من العناية فطبع ديوانه أكثر من مرة وقامت على شعره بعض الدراسات والبحوث كدراسة ريسان الخزعلي وعبد الرحمن طهمازي وغيرهما وكان العراق من بين بلدان عربية قليلة قدرت عاليا قيمة الشعر الشعبي وسمحت بكتابته بحروف خاصة بينما أهملت بلدان أخرى هذا الفن وعدته عدوانا على العربية حتى عاش بين الناس وفي صدورهم مثله مثل كل المكبوتات التي سحقها وطمسها النظام الرسمي هنا أو هناك واشتهر الحاج زاير بالموال والقصيدة والمربع والأبوذية والدارمي والطرفة والمساجلة والزهيري وغيرها أما رحلة الحاج زاير إلى قطر في الخليج العربي فهي أمر آخر فقد طبق قانون الخدمة العسكرية الإلزامية في العراق وتم سوق الحاج زاير مع السوقيات الجندية إلى حاميات العثمانيين في الخليج العربي وفي طريقه تلك زار مكة وحج إليها ولذلك لقب بالزاير قبل أن يستقر عفواً لقب بالحاج زاير قبل أن يستقر في قطر حيث كانت مهمته كجندي حراسة قلعة عالية فكان كلما حانت مناوبته صاعد إلى برجها ناظراً إلى الأفق الذي يفصله الخليج عن العراق ليشتعل حنيناً لأرضه ومجالسه ويتدفق شعراً حاراً حياً من شعره ذاك على ضفاف الخليج هبريح الصبا وتكدر جبريل كبر ويشوف املاك السمى صفوف صفوف أحاهماني سليت عندي عقل ما خليت تدري يا هادي ظليت مطروح لك وتفكر وبواحدة من قصائده تمكن زاير من إقناع الضباط بنقله من الخليج إلى العراق بعد أن تزود بلهجات وبيئات منطقة الخليج المتنوعة التي عاش فيها زمن ليعود إلى بغداد مواصلاً خدمته العسكرية في بلاده وفي العام 1914 تم سوقه من جديد ولكنه ترك الخدمة وتوارى عن الأنظار مختبئاً في الكوفة بعد أن هاجم لبريطانيون البصرة ثم التجأ إلى بغداد ثانية ليبدأ نضاله ضد الغزاة من جامع الحيدر خانة ولواصر رحلته الشعرية حتى أصبح ظاهرة في العراق كله دفعت المؤرخين إلى اعتباره واحداً ممن حملوا ثقافة ووعي القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين فقد قال عنه الفرنسي جاك بيرك في كتابه العرب تأريخ ومستقبل الحاج زاير هو أكبر شاعر شعبي في العراق بل عده شكسبير الشعر الشعبي العراقي وقصائده تدوي على كل الشفاه ورأى الحاج زاير في العراق إنسانه وترابه وثقافته ما لا يراه كثيرون اليوم فدار السلام التي سماها دار الملوك كانت قشحبت في زمنه ولم يكن يسرجها ولم يكن يسرجها سوى تلك الأصوات التي حفظت الهوية ورسختها يقول الحاج زاير دار الملوك ظلمت أقبل ضياء بسروج وتميت كت الدمع أعلى الوجن بسروج والخيل لما تردت واصلت بسروج والكدش أصبح لها عزم شديد وباس والزين دنق على شف الزنيم وباس والشهم والشهم لو عاشر الأنذال ما هو باس ومن قلة الخيل شد وعلشلا بسروج ومن قلة الخيل شد وعلشلا بسروج وعلى غرار قصيدة أيا جارة ما أنصف الدهر بيننا تعالي أقاسمك الهمومة تعالي يقول الشاعر الحاج زاير نحى الجسم وتظى الروح تعالي هبطنا والنذل بيّن تعالي يا جارة الدهر ما أنصف تعالي نخلط همومنا ونجسم سوية نخلط همومنا ونجسم سوية عرفت عوام الشعبي وكذا طبقات المثقفين أصوات الحاج زاير في كل مراحلها فكان حاضرا في كل تجديد واستند إليه كل شاعر كتب بالعامية بعده وعلى رأسهم الشاعر الكبير مظفر النواب الذي لم يتوقف يوما عن ذكر الحاج زاير لا سيما تلك الصيحات التي كانت تصل من زاير مثل قوله يا صاح عود ذبل وبكل دوة ما يصح والدمع سال وجرم الناظر ما يصح والذيب مثل بحنينة لو صحت ما يصح من حيث مضروب ما بين الجوانح تبن بمعالج الروح سري لم أموت تبن لا تنهضم لا تنهضم للسبع لو صار علف تبن واليوم حتى التبن علف السبع ما يصح واليوم حتى التبن علف السبع ما يصح وطالما ردد المتناثرون في العالم كلام الحاج زاير أنا الذي اليوم عود من الحش من جلي يا مالك الروح أبقى ليا وكت منجلي وما بأن الأنذال أصبح ماه كوتي صير واللي عقبناه عنه يمتنع ويصير أنا الذي دوم اسمي بالحصادي صير ومن جور الأيام أصبح من كسر منجلي وله من الزهيري قوله تمي تحوم على شوفك بس روحا ورد أبغي وصالك وروم من المراشف ورد يا صاح ذكرك علي بكل فريضة ورد من حيث باسمك تتم ورودنا ودعى رضوان حسن الحوارب وجنتك ودعى الورد الورد قدم لوائح وشتك ودعى ويقول أنت الورد شاليش تشتم ورد ويقول أنت الورد شاليش تشتم ورد وللحاج زاير أيضا من يوم فرقاك جسمي من صدودك عود هيهات عقبك يسليني نديم وعود كل ما أعد للنفس روحي تقلي يعود لي صاحب قط محد قالي للوله لي صاحب قط محد قالي للوله هو حياة من بالمهد جبريل للوله هو حياة من بالمهد جبريل للوله لو ما يقولون وعرف بالحچ لوله چن تحچوا ياك لا چن بالزبي بعود والصورة الجمالية التي يقدمها الحاج زاير فائقة الدقة مليئة بالتفاصيل أشبه بلوحة مسرحية كما في قوله چمدوب هجهاج ما چن الذرة والفاي أمهجول ولا عاود الدير هلو الفاي ما أطلب ديارهم طار الفلو الفاي حايم بالوهاد من يوم النوى بالراح مذهول مذعور حاير بالصدق بالراح چن وچان وإلن بالهن والراح لا چن چن ولا چنهم قبل والفاي الحقيقة لا تنتهي قصائد الحاج زاير فقصائده عميقة المعاني رشيقة البناء والرصف والتراكيب لا سيمة تلك التي حاكى فيها الحاج زاير العتابة والمواويل القديمة الشيخ عبدالله الفاضل العنزي وأساطير البدو والأعراب فلنستمع له وهو يقول من يوم فرقاك ما لذن شفوف بسنة يلي جبينك يشع اعلى البدور بسنة صمام لحظك صمصام لحظك طعن من الضمير بسنة واضمار شوقك علي واضمار شوقك علي سيف المودة شهر لما انشهرني بحالات اتجاف شهر انت عليك السنة تمضي بحسبة شهر انت عليك السنة تمضي بحسبة شهر وانا علي الشهر كل يوم من نب سنة وانا علي الشهر كل يوم من نب سنة وكذلك لزاير قصيدته التي أديت كما أدي غيرها من مواويل ومقطوعات بحناجر كبار أهل الطرب من القبنشي ويوسف عمر وحتى سعدون جابر يقول ما يوم جوي من غيوم الأس منجلي دورت منجى لغيري وما شفت منجلي لاني الهلي ولا حبيبي ولاني المنجلي ولاني عرفت يا خلق مسكل لهم بيدار ومن كل الأركان همت كاثر وبيدار أنا زرعت وحصدت وغير الحصد بيدر اسمي بحصادي أولاة من كسر من جلي اسمي بحصادي أولاة من كسر من جلي وعرف عن الحاجزاير بأنه يرتجل الأبيات الشعرية بمجرد أن يضع يده على جبينه ويقول الهاخوية حتى يخيل لسامعيه أنه قد أعد هذه القصيدة من قبل وأجرى عليها تغييرات عديدة لقوة سبكها ووحدة معانيها لكنهم اكتشفوا هذه الموهبة المدهشة لأنهم أخذوا يطالبونه أن ينظم لهم قصيدة مطلعها على حرف هم يختارونه أو موضوع جديد لم يخطر في باله من قبل وقال رحمه الله عن ذلك أن نظم المقفى الموزون أسهل علي من الكلام العادي يقول عنه المؤرخ عبد الرزاق الحسني إن الحاج زاير أسرع شعراء عصره بديهة وينشد القصيدة التي تبلغ المئة بيت ارتجالا وفي آن واحد فيخال السامع أنه كان يحفظها منذ مدة دون إعمال فكره وله اليد الطولة في الموالي والأبوذية والامربع والميمر وأجمع العديد من النقاد بأن الحاج زاير أشعر شعراء الحسكة على الإطلاق وشعره صورة ناطقة لحوادث عصره وتقاليد مجتمعه والجيل الذي عاصره وقال الشاعر علي القصير إذا أمعنت في المصاير وجدت الخلق للمجهول ساير وآية قولنا علم فطحل بسبك الشعر يدعى حج زاير فقد وهب القصيد مذهبات وأبكارا خوالد في الضماير وللحاج زاير في انتقادي بعض الناس شمدوا بدافع عواذل يا خلق بالهوش حتى دعوني شبيه السارح بالهوش لا كان هذا بضميري لا ولا بالهوش من حيث ذاني دعوهن من حتيهم طرش لا خطلفاني ولا جدمي عليهم طرش يا حيف نقض العمر ما بين وادم طرش لو تلزم ذانه لزم لو ما يقف بالهوش لو تلزم ذانه لزم لو ما يقف بالهوش كانت تلك بعض كلمات بحق الشاعر الشعبي أشعري شعراء عصره في الشعر الشعبي ألا وهو الشاعر زاير الدويج رحمه الله متابعين الأحبة نتمنى أن نكون قد قدمنا لكم مقطعا مفيدا ونافعا عن هذا الشاعر الفذ نودعكم برعاية الله وحفظه هكذا ترجمة نانسي قنقر